أستعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الخاء سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسمى بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الخاء خاتم خالة بينما كنا نلعب مع أولاد خالتي خولة وجدت أختي سمسم خاتما فوضعته في جيبها كانت خالتي خولة تبحث عن خاتمها نظر سكر لسمسم وقال لها أعيدي خاتم خالتي رفضت سمسم ثم قال لها هل يجوز أن نأخذ أشياء الغير؟ قالت سمسم لا أعادت سمسم الخاتم لخالتها وشكرت خالتي سمسم لأمانتها النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الخاء وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة وتقوم بتجريد الصور التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الخاء ستقوم هنا عزيز المفكر بقراءة الصور والكلمات التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الخاء في أول الكلمة ووسطها وآخرها بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة وهنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيام بدورك في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الخاء وصوت حرف الخاء اسم الحرف خاء صوت الحرف خ وأيضا عليك نطق حرف الخاء مع المدود القصيرة الفتحة الضمة والكسرة خ خ خ ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الخاء مع المدود الطويلة الألف الواو الياء خ خ خ خ وعليك قراءة الكلمات المعروضة أمامك خروف وأن تضع دائرة حول حرف الخاء في بداية الكلمة في كلمة خروف خوف هنا يوجد حرف الخاء في بداية الكلمة خ وفي نهاية الكلمة خ خوف وعليك أيضا أن تقوم بتلوين الخاتم الموجود أمامك وأن تكتب كلمة خا تم أما في هذه الصفحة عزيزي المتواصل ستقوم بمهارة التركيب ومهارة التحليل أن تركب مقطعين صوتيين لتكون كلمة المقطع الأول خ المقطع الثاني لي عندما تجمعهما سويا تصبح خ وأن تحلل كلمة نخيل إلى ثلاثة مقاطع صوتية نا المقطع الأول خي المقطع الثاني ولو المقطع الثالث نا خي لو وهكذا أما في هذه الصفحة عزيزي المتواصل عليك قراءة بعض الكلمات البسيطة مثل كلمة خاتم خا ت م خاتم وكلمة ديمة دي ما تو وكلمة باسم 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 وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الخاء هي مهمة مهارة الكتابة ستقوم بكتابة حرف الخاء في بداية الكلمة وفي نهاية الكلمة ثم ستكتب حرف الخاء مع المدود الطويلة الألف والوا واليا وأخيرا ستقوم بكتابة كلمة خليل هذا كل ما لدينا في درس حرف الخاء لهذا الأسبوع أسعد موقاتا ستقوم بكتابة حرف الخاء